اهلا وسهلا بكم في المحاضرة الرابعة من دورة تعليم برنامج فوتوشوب في هذه المحاضرة رح نشرح الأدوات الخاصة بالرسم والتلوين والترقيع أول مجموعة من مجموعة أدوات الترقيع طبعا عندنا أربع أدوات أول أدات اللي هي سبوت هيلينج والهيلينج براش والبوتش تول والريد آي طبعا هذه الأدوات مهمة جدا في حالة التصوير الفوتوغرافي أو لمعالجة الصور الفوتوغرافية أول أدات اللي هي سبوت هيلينج وتستخدم هذه الأدات لإزالة الشوائب ولترقيع الشوائب البسيطة ناخذ مثلا هذه الصورة نلاحظ أنه في منطقة الجبهة أكو شوائب صغيرة وفي منطقة الوجنتين توجد شوائب كبيرة طبعا هذه الشوائب الكبيرة رح نستخدم أدات أخرى أما في ما يخص الشوائب الصغيرة رح نستخدم هذه الأدات الأولى اللي هي السبوت هيلينج طبعا رح تظهرنا هذه الدائرة ومثل ما نوهنا في المحاضرات السابقة أن هذه الدائرة وإن نشوفها بداخل برنامج فوتوشوب تكبيرها من حرف الدال وتصغيرها من حرف الجين ويفضل أن تكون أكبر من الشائبة بوعف تقريبا بضعف الحجم ونضغط كليكات كليك الماوس الأيسر رح البرنامج يعالج لنا هذه الشوائب ويرقع لنا المكان بمكان جديد طبعا يرقع المكان المتضرر بمكان صالح جديد مثل ما تلاحظون أن الصورة أصبحت جميلة جدا واختفت جميع الشوائب طبعا تستخدم مثل ما نوهنا في الشوائب الصغيرة لأن إذا استخدمتها بالشوائب الكبيرة رح تسبب لي تشوه في المنطقة مثل ما تلاحظون أن أكو تشوه صار غير طبيعي فتستخدم هذه الأدات للشوائب الصغيرة أما فيما يخص الأدوات الأخرى الأدات الثانية Healing Brush تستخدم للشوائب الكبيرة طبعا هذه الأدات تحتاج أخذ رقعة من مكان ولسقها في مكان آخر مع المزيج بشكل جيد بين الرقعتين طبعا حتى نأخذ مكان صالح نضغط Alt من الكيبورد بعد نبقى ضغطين على Alt ونضغط أكليك بالمكان الصالح مثلا هذا المكان أترك Alt وبعدها أرسم بعدها أرسم المنطقة المتضررة أرسم عليها بالماوس أترك الماوس وألاحظ أن المنطقة الجديدة أصبحت ملائمة للمنطقة السابقة ممكن ألاحظ بعض الأضرار تبقت ممكن أن أضغط أيضا Alt وكليك بعدها أرجع أرسم لأن يصبح العمل واقعي وممكن أنه جميل ممكن أضغط مرة ثاني Alt وهكذا ألاحظ أنه منطقة الوجنة اليسرة أصبحت جميلة جدا وهكذا أعمل بقية الشوائب وطبعا مثلما تلاحظون أنه الصورة أصبحت جميلة وتم إزالة جميع الشوائب والعيوب فيما يخص الأداة الثالثة البوتش طبعا هذه الأداة تستخدم أيضا للترقيع نأخذ مثال طبعا هذه الصورة لو وردت أزيل هذه الكتابات وهذه الرقعة اللي هي التوقيت ممكن أستخدم هذه الأداة اللي هي البوتش تول تستخدم للترقيع مثلا أكبر الصورة وأحدد الجزء اللي أريد أزيله من الصورة أحدده طبعا التحديد النقر على كليك الأيسر والاستمرار بالنقر وتمرير الماوس بي على المنطقة ليتم تحديد الشكل بعد ما أحددت الشكل أسحب الجزء اللي أنا أريد أزيله إلى جزء صالح وأخلي مثلا بهاي المنطقة أترك الماوس راح ألاحظ أن البرنامج راح ألاحظ أن البرنامج زال لي الجزء اللي أنا أريد أزيله مثلا هذه المنطقة أحدد مثلا هذا الاسم مثلا هذا الاسم سجاد الخفاجي طبعا تحياتنا لسجاد الخفاجي طبعا بعد تحديد الجزء نأخذ الطبقة المحددة إلى مكان صالح وكذلك الاسم الإنجليزي ونأخذها إلى مكان صالح ومثل ما تلاحظون أنه هذه الصورة أصبحت صورة جميلة ومثل ما تعلمنا بأداة الكروب أقدر أستقطعها وأصبحت زهرة جميلة طبعا هذا كمثال للأداة الكروب وإن شاء الله في المستقبل بالتطبيقات راح نأخذ مثال متقدم أكثر للأداة فيما يخص الأداة Red Eye الأداة Red Eye تستخدم لإزالة اللون الأحمر في التصوير في التصوير الفوتوغرافي اللي يظهر بسبب الفلاش الخاص بالكاميرا مثلا عندي هذه الصورة ألاحظ أنه هذه البقعة الحمراء الدوائر الحمراء اللي تظهر بالبؤبؤ في العين تظهر بسبب الفلاش انعكاس الفلاش على العين فمن خلال أداة Red Eye طبعا يأما نضغط click يأما نرسم مربع على البؤبؤ في منطقة البؤبؤ راح البرنامج يزيل لنا اللون الأحمر من البؤبؤ طبعا يأما قلنا click يعني مثلا click يأما نرسم مربع وبالحالتين ينفذ الأمر click نأخذ مثلا مثال آخر مثلا هذه الصورة click و click مثل ما تلاحظون هذه الأداة طبعا أداة فعالة وجميلة جدا وتستخدم لإزالة اللون الأحمر طبعا من اسم الأداة تريد أي يعني اللون الأحمر أو العين الحمراء طبعا أداة البراش من الأدوات الرائعة جدا في برنامج الفوتوشوب والتي تستخدم في الرسم والتلوين مثلا افتح هذه الصورة و طبعا مثل ما نوهنا أنه هذه الدائرة يتم تصغيرها بحرف الجيم و طبعا أداة البراش طبعا أداة البراش تلون باللون الظاهر في الفورغرام طبعا اللون الظاهر في الفورغرام نستطيع تغييره أما النقر على اللون وتغييره من خلال هذا المربع طبعا هذا المربع بطبقة لونية تدرج لوني وباستطاعتنا نغير هذا التدرج اللوني من الشريط اللي على اليمين واختيار اللون اللي احنا ريده طبعا من خلال النقر على الدائرة مثلا اللون الأخضر بعدها موافق ونجي نلون بالأدات رح ألون باللون الأبيض وأكبر الأدات تمام بعدها أرسم بلون آخر مثلا باللون الأحمر مثلا أصغر الأدات تمام طبعا الأدات سهلة وبسيطة ويتم الرسم بها عن طريق الماوس طبعا ملاحظة لتغيير الألوان على اليمين أكبر صندوق اسمه سواتش طبعا هذا صندوق السواتش بمجموعة ألوان في حال أنه صندوق السواتش مظاهر نقدر من خلال ويندو ونفعل الأمر سواتش نخلي عليه علامة صح يعني مثلا هذا السواتش ما موجود من ويندو نختار نخلي علامة صح على السواتش رح تظهرنا السواتش اللي هي صندوق الألوان طبعا أقدر أختار أي لون أنا أريده مثلا هذا اللون الأخضر وألون الألوان اللي أنا أريدها وهكذا وهكذا فيما يخص السواتش طبعا أي لون مثلا هذا البرتقالي أو مثلا الأحمر طبعا رح أختار اللون الأبيض ألاحظ أنه لمن أجي أرسم دائرة بمثلا اللون الأسود تكون هذه الدائرة دائرة مصمتة أشرح لكم ملاحظة لو ضغطنا كليك أيمن على الصورة مع اختيار الأدات براش رح تطلعنا هذه نافذة بها ثلاث فقرات الفقر الأولى اللي هي size حجم الأدات واللي هو نفس الخيار اللي هو طبعا اللي هو الأدات الجيم والدال صغرنا وتكبرنا والخيار الثاني اللي هو الهاردنس طبعا الهاردنس إذا كان الهاردنس اللي هو الصلابة أو الحدة إذا كان الهاردنس مئة بالمئة تكون الصور أو تكون الرسم يكون حاد يكون حاد مثل ما تلاحظون وإذا كان الهاردنس صفر أو قريب على صفر يكون الهاردنس قليل الحدة طبعا مثل ما تلاحظون أنه هذا الخط طبعا تلاحظون أنه هذه الحواف هي متوهجة أو بلور أو قليلة الحدة طبعا هذا الرسم هذا النوع إلى استخداماته وهذا النوع إلى استخداماته وإن شاء الله في التطبيقات رح نشرح لكم كل نوع فد مثال فد مثال عليه ورح تفهمون الفرق بإمكانه تعالى ولكن هسا أريدكم تعرفون كيف ترسمون ببراش متوهج قليل الحدة هاردنس وشلون ترسمون ببراش كثير الحدة طبعا إذا كان الهاردنس 100 رح يكون على هذا الشكل وإذا كان الهاردنس صفر رح يكون بهذا الشكل طبعا فيما يخص مجموعة الأدوات رح نأجلها إلى المحاضرات القادمة رح ناخذ الأدات تيكست طبعا من الأدوات الرائعة والمهمة وبها مجموعة أدوات ناخذ الأدات الأولى وهي هوريزنتل تايب تستخدم هذه الأدات للكتابة طبعا الأدات تيكست تستخدم هوريزنتل تايب تستخدم للكتابة الأفقية وطبعا عندي طريقتين للكتابة يأما أضغط أكليك وأكتب الكتابة اللي أنا أريدها أو أرسم مربع والكتابة تكون بداخل هذا المربع وهي طريقة الأصح والأفضل وأنا أنصح كل مصمم لمن يريد يضيف كتابة يضيفها على شكل مربع حتى التحكم بها يكون أسهل طبعا بعد ما نكمل الكتابة عندنا هنانا هذا الخيارين علامة الصح وعلامة الخطأ إذا نحب نطبق هذه الكتابة وتظهر على النص وتكون دائمة نضغط علامة الصح وإذا نريد نلغيها نضغط علامة الخطأ أدات الكتابة بسيطة وسهلة ولكن أكعدي بعض الملاحظات طبعا أدات الكتابة مثل برنامج وورد لما نريد نغير اللون نضلل النص وبالأعلى عندنا هذا اللون اللي هو لون النص وطبعا مثل ما تعلمني أما من خلال السواتش أما من خلال مربع الألوان الـ Foreground رح أختار آني من خلال السواتش بشكل مباشر أوكي صار عندنا اللون الكتابة باللون الأبيض جيد فيما يخص المحاذات طبعا أمضلل للناس من خلال هذا الخيار محاذات إلى اليمين محاذات إلى الوسط محاذات إلى اليسار فيما يخص حجم الخط من خلال هذا الصندوق حجم الخط مثلا رح أختار أي حجم 72 طبعا أقدر أكتب حجم مثلا 100 أو 200 وهكذا وفيما يخص نوع الخط من خلال هذا الأمر طبعا بسيط جدا الأمر text مثل برنامج وورد تقريبا وأضغط على علامة الصح رح يتنفذ الأمر ملاحظة عدي لو فرضا حجم الخط كان 300 وجئت كتبت بمرضع النص ألاحظ أنه الكتابة ما تظهر ليش ما تظهر لأن حجم النص أكثر وأكبر من المربع فبيتش حالة شن أسوي أضغط Ctrl A أحدد النص وأروح على حجم الخط وأختار حجم قليل مثلا 60 رح ألاحظ أن الكتابة رح تظهر هاي الملاحظة الأولى الملاحظة الثانية نشرحها بعد قليل طبعا فيما يخص الواجب الواجب الثاني معالجة هذه الصورة من العيوب بواسطة الأدوات Spot Healing والHealing وبوتش طبعا تختارون أحد هذه الأدات أو تختارون هاي الأدوات ثلاثة أنتوا أحرار طبعا مثل ما نوهنا أنه الأدات الأولى تستخدم للشوائب الصغيرة والأدات الثانية تستخدم للشوائب الكبيرة طبعا بعد ما تصفون الصورة طبعا كتابة الاسم الثلاثي بها المنطقة مثلا رح أكتب اسمي طبعا الملاحظة الثانية اللي قبل شوية قلنا رح نشرحها هي لو فرضا أنا جاءت أريد أكتب ألاحظ أنه الكتابة مختفية شون السبب؟ السبب هو أنه لون الكتابة مثل ما تلاحظون هنا بنفس لون الخلفية فمتى تظهر الكتابة فأظل الكتابة بأما كنترول A أما بالماوس وأغير لونها إلى مثلا اللون الأحمر أو اللون الأسود أوكي لح تظهر الكتابة فيجب الانتباه للملاحظتين يأما حجم النص يكون كبير ما تظهر الكتابة يأما لون النص يكون بنفس لون الخلفية أيضا ما رح تظهر عدي الكتابة فطبعا مثل ما نوهنا بهذا الواجب الثاني أولا الخطوة الأولى تصفية الوجه بالأدوات Healing Brush والخطوة الثانية كتابة الاسم الثلاثي بها المنطقة بأي لون مثلا أنا راح أختار لون الأحمر وبأي حجم خط مثلا راح أختار حجم خط 70 أو ممكن أن يكون 100 وكل سابق بعد إكمال الواجب تلتقطوا لصورة والدزولية برسالة طبعا محاضرتنا اليوم خلصت نلتقيكم في المحاضرة القادمة بإذنه تعالى اشتركوا في القناة